الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، فقد الاتصال مع كل وحدة التحكم في التضاريس، ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز مشكلة تشخيص عام لنظام الاتصالات ينطبق على معظم طرازات وموديلات المركبات، يعني هذا الرمز أن وحدة التحكم في جميع التضاريس ATCM ووحدات التحكم الأخرى في السيارة لا تتحدث مع بعضها البعض، تعرف الدائرة الأكثر استخداماً للتواصل معها باتصالات ناقل شبكة منطقة التحكم، أو ببساطة ناقل كان، بدون ناقل كان هذا، لا يمكن لوحدات التحكم تبادل المعلومات، وقد لا تتمكن أداة المسح الضوئي من الحصول على معلومات من السيارة، اعتماداً على الدائرة المتأثرة، يتلقى ATCM مدخلات من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، بعضها متصل مباشرة ببعضها، وبعضها يتم إرساله عبر نظام اتصالات الحافلات، تسمح هذه المدخلات للوحدة بالتحكم في كل من ارتفاع السيارة وتطبيق خط القيادة، ربما سواء كان تطبيق دفع بعجلتين أو تطبيق دفع رباعي، كما أن لديها القدرة على تغيير نسبة التروس المطبقة على محاور الدفع وكمية العزم المطبقة على خط القيادة، قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتماداً على الشركة المصنعة ونوع نظام الاتصالات وعدد الأسلاك وألوان الأسلاك في نظام الاتصالات، الخطورة والأعراض، الشدة في هذه الحالة تعتمد على النظام، نظراً لأن نظام التحكم في نظام التعليق، نظام الدفع هذا يوفر الأمان أثناء القيادة الصعبة ومناورات الكبح، فإن السلامة تشكل مصدر قلق عند تشخيص هذه الأنظمة، أيضاً السلامة هي مصدر قلق أثناء خدمة هذه الأنظمة كذلك، استشر دائماً معلومات الخدمة قبل تفكيك تشخيص هذه الأنظمة، قد تتضمن أعراض رمز محرك 0138، تشغيل ضوء تحذير الفرامل الحمراء، العنبر، ضوء أنيلوك، ضوء التحكم في الجر أو ميد، حسب النظام، تحقق من ضوء التعليق مضاء حسب النظام، الأسباب، عدتاً ما تكون أسباب تعيين هذا الرمز هي، الفتح في دائرة كان بس زائد، فتح في حلبة كان، الدائرة، قصيرة السلطة في أي من حافلات كان، قصير إلى الأرض في دائرة ناقل كان، فتح السلطة أو الأرض لوحدة ATCM، الأكثر شيوعاً، نادراً، وحدة التحكم الخاطئة، إجراءات التشخيص والإصلاح، تتمثل نقطة البداية الجيدة دائماً في التحقق من نشارات الخدمة الفنية TSB، لسيارتك، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة، ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، إذا كان بإمكان أداة المسح الضوئي الوصول إلى أكواد الأعطال والوحيد الذي تسترده من الوحدات الأخرى هويو 0138، فحاول الوصول إلى كل وحدة التحكم في التضاريس، إذا كان بإمكانك الوصول إلى الرموز من وحدة ATCM، فإن رمز يو 0138 إما متقطع أو رمز ذاكرة، إذا كان يتعذر الوصول إلى الرموز لوحدة ATCM، فإن كوديو 0138 الذي تقوم بإعداده الوحدات الأخرى نشط، وتكون المشكلة موجودة الآن، الفشل الأكثر شيوعا هو فقدان الطاقة أو التأريد لوحدة ATCM، تحقق من جميع الصمامات التي تشغل وحدة ATCM في هذه السيارة، تحقق من جميع أسباب ATCM، حدد موقع نقاط التوصيل الأرضي على السيارة وتأكد من أن هذه التوصيلات نظيفة وضيقة، إذا كان عليك ذلك، فقم بإزالتها وأحصل على فرشات صغيرة من الأسلاك السائلة ومحلول صود الخبز، الماء، ونظف كل واحدة، سواء الموصل أو مكان توصيله. في حالة إجراء أي إصلاحات، امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة، وتحقق مما إذا كان رمز U0138 يعود أو إذا كنت قادراً على التواصل مع وحدة ATCM في حالة عدم عودة الرمز أو إعادة الاتصال، فمن المرجح أن تكون الصمامات، الاتصالات هي مشكلتك، إذا عاد الرمز، فقم بتحديد موقع اتصالات اتصالات ناقل كانسي على سيارتك الخاصة، والأهم من ذلك موصل وحدة ATCM، افصل كابل البطارية السالب قبل فصل الموصل في وحدة التحكم ATCM، بمجرد تحديد الموقع، افحص الموصلات والأسلاك بشكل مرئي، ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي، قم بفصل الموصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفية، الأجزاء المعدنية، بعناية داخل الموصلات، تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل، استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف، دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف، قبل توصيل الموصلات مرة أخرى بوحدة ATCM، قم بإجراء هذه الاختبارات القليلة للجهد، ستحتاج إلى الوصول إلى مقياس الفولت الرقمي DVOM، تحقق من موجود قوة وأرضية في وحدة ATCM، احصل على إمكانية الوصول إلى مخطط الأسلاك وحدد أين تأتي القوى والأسباب الرئيسية في وحدة ATCM، أعد توصيل البطارية قبل المتابعة، مع استمرار فصل وحدة ATCM، قم بتوصيل السلك الأحمر لمقياس الفولت ميتر الخاص بك بكل مصدر بزائد جهد البطارية، قادم إلى موصل وحدة ATCM والرصاص الأسود لمقياس الفولت ميتر الخاص بك إلى أرض جيدة، إذا لم تكن متأكدا، فإن البطارية السلبية تعمل دائما، ترى قراءة لجهد البطارية، تحقق من أن لديك أسباب جيدة أيضا، اربط الرصاص الأحمر لمقياس الفولت ميتر بالبطارية الإيجابية بزائد، والرصاص الأسود لكل دائرة أرضية، مرة أخرى، يجب أن ترى جهد البطارية عند كل اتصال، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بإصلاح مشكلة الطاقة أو الدائرة الأرضية، بعد ذلك، تحقق من دائرتي الاتصال، حدد موقع كانسي زائد، أو دائرة HSCAN زائد، وكانسي، أو دائرة HSCAN، مع توصيل الرصاص الأسود لجهاز الفولت ميتر الخاص بك بأرض جيدة، قم بتوصيل الرصاص الأحمر بأ كانسي زائد، مع مفتاح التشغيل، إيقاف المحرك، سترى حوالي 2.6 فولت وتقلبات طفيفة، بعد ذلك، قم بتوصيل سلك الفولت ميتر الأحمر بدائرة كانسي، سترى 2.4 فولت تقريبا وتتذبذب قليلا، تظهر الشركات المصنعة الأخرى كانسي، عند 0.5 فولت تقريبا وتقلب مفتاح تشغيل المحرك، تحقق من مواصفات الشركة المصنعة الخاصة بك، إذا مرت جميع الاختبارات ولا يزال الاتصال غير ممكن، أو لم تتمكن من مسح رمز خطأ 0138، فإن الشيء الوحيد المتبقي الذي يمكن القيام به هو طلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب، حيث يشير ذلك إلى فشل وحدة ATCM، يجب برمجة معظم وحدات ATCM هذه، أو معيارتها في السيارة من أجل تركيبها بشكل صحيح.